موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسون 1 اليونت الثالث الدرس الأول أنوان الدرس سكول أوبن داي يوم مدرسي مفتوح موجود بصفحة 38 من كتاب الطالب صفحة 36 من كتاب النشاط قبل ما ندرك بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسون أستاذ طاسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 38 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة سكول أوبن داي يوم مدرسي مفتوح ومنطيني هذه الصورة طبعا اليوم المدرسي المفتوح هو عبارة عن احتفالية أشبه بالاحتفالية مثل الاحتفالية اللي نعملها احنا كاجتماع أولياء الأمور أو عيد المعلم إلى آخره هي عبارة عن احتفالية يقيموها المدارس بالمدرسة يكون بي اليوم مفتوح متاح للتلاميذ أن يعملون بعض النشاطات من خلال هذه الاحتفالية فنلاحظ من خلال الصورة أن هذه المدرسة اللي خذناها ببداية اليونت الأول هاي ساحة اللعب وهذه الألعاب اللي موجودة بساحة اللعب ومكتوب مرحبا بكم في يومنا المفتوح بالأضافة لذلك حاطين كشك أو خامة مكتوب عليها اوبن داي يوم مفتوح أسفل هذه الصورة مكتوب listen look and read استمع انظر وقل من طيني نص كاتب تلينة يطلب من عندني استمع المقطع الصوتي اللي يتحدث بهذا النص أتبع وياه وبعدين أحاول أقرأ هذا النص مثل ما قرأت لينة بالمقطع الصوتي وأسفلها مكتوب read and tick اقرأ اقرأ هذه الجمل وضع صح tick معناها صح ضع صح إذا كانت هذه الجملة صحيحة من أعرف جوابها أعرفها بعد ما أقرأ هذا النص وضع cross اللي معناها خطأ إذا كانت هذه الجملة خاطئة إذن نحن نستمع المقطع الصوتي نتبع وياه نحاول بعدها نقرأ وبعدها نوضح مفردات هذا النص ونحل الأسئلة المتعلقة بي هنستمع المقطع الصوتي أول شي ترجمة نقرأ يوسف's class has a stall and they are selling drinks for the children and the parents there are lots of races and games for everyone إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتبعنا وياه نحاول الآن نقرأ هذا النص ونوضح مفرداته وبعدها نحل الأسئلة المتعلقة بي لذلك ننتبه على مفردات وترجمة هذا النص لأن بعدها رح يسألنا الأستاذ هذه الأسئلة الشفوية داخل الصف متعلقات بهذا النص لذلك حاولوا تفتهمون النص لينا تقول Our school open day يوم مدرستنا المفتوح Welcome to our open day مرحبا بكم في يومنا المفتوح In May في شهر May May هو أحد الأشهر الأشهر هي January, February, March, April, May May هو الشهر الخامس In May في الشهر الخامس اللي هو شهر مايو We have our school open day لدينا يوم مدرسي مفتوح إذن اليوم المدرسي المفتوح في أي شهر في شهر مايو اللي هو الشهر الخامس May Lots of people come to our school الكثير من الناس يأتون إلى مدرستنا My mom and dad are coming أمي وأبي قادمون And my little sister سلوة وكذلك أختي الصغيرة سلوة إذن اللي راح يحضرون الاجتماع أو اللي يحضرون هذا الحفل هم الأبو والأم وأختها الصغيرة سلوة أخت منه أخت لينا باعتبار هذا الناس كاتبت لينا My class has stall and we are selling cakes صفي فيه Stall Stall هو عبارة عن كشك Stall معناها كشك صفي فيه كشك and we are selling cakes ونحن نبيع الكيك في هذا الكشك مثل ما وضحنا أنه عبارة على الاحتفالية ولاحظنا بالصورة إذا تلاحظون بالصورة أنه بي كشك هذا الكشك مسموح للتلاميذ أن يبيعون بي أشياء بهذا اليوم فالصف الخاص بلينا يبيع cakes وعرفنا أن كلمة Stall معناها كشك إذن Stall كلمة مهمة نحاول ننفذ معناها معناها كشك يوسف's class has stall صف يوسف لديه كذلك Stall اللي معناها كشك لكن الكشك الخاص بصف يوسف and they are selling drinks يبيع المشروبات for the children and the parents المشروبات هذه للأطفال والparents الوالدان أولياء الأمور there are lots of races هناك الكثير من السباقات هاي الكلمة مهمة حاول أحفظ معناها there are lots of races هناك الكثير من السباقات race سباق races سباقات and games وألعاب كذلك هاي كلمة مهمة إذن هناك الكثير من السباقات والألعاب في اليوم المدرسة المهتوح الخاص بهذا الحفل for everyone هذه الألعاب والسباقات for everyone للجميع it is very exciting إنه أمر ممتع بعد ما قرأنا النص وضحنا مفرداته عرفنا الكلمات المهمة اللي بي عرفنا شوكت يكون اليوم المدرسة المفتوح في شهر ماي الشهر الخامس نجي نحلل الأسئلة المتعلقة بهذا النص read and tick اقرأ وضع صح إذا كانت رجابة صحيحة or cross أو خطأ إذا كانت رجابة خاطئة number one أولا there is a school open day every month هناك يوم مدرسة مفتوح في كل شهر الإجابة صح لو خطأ إحنا نعرف أن المناسبات المدرسية تصادف بالسنة مرة وليس كل شهر فمثلا اجتماع أولياء الأمور يكون مرة في السنة أو يوم المعلم عيد المعلم عيد الطالب كل سنة يصادفنا مرة وحدة وليس كل شهر every month معناها كل شهر نانا هذه الاحتفالية اللي هي اليوم المدرسة المفتوح يصادف مرة بالسنة في شهر من أشهر السنة في شهر ماي فقط في شهر ماي يصادفنا اليوم المدرسة المفتوح وهنا أنا يقول لي كل شهر إذن الإجابة صح لو خطأ الإجابة أكيد خاطئة number two ثانيا لينة's parents are coming to the open day والداء لينة هم قادمون إلى اليوم المدرسة المفتوح الإجابة صح لو خطأ ذكرنا بالقطعة لينة قالت my mom and dad are coming أمي وأبي قادمين إلى الحفلة parents معناها الوالدان يعني الأم والأب فيقول لينة's parents والداء لينة are coming to the open day قادمون إلى اليوم المدرسة المفتوح إذن الإجابة صح لو خطأ إذن الإجابة أكيد صح والداء لينة قادمون إلى حفلة اليوم المدرسة المفتوح number three ثالثا selwa is lina's sister selwa هي أخت لينة الإجابة صح لو خطأ ذكرنا أنه selwa لديها أخت صغيرة my little sister لينا تقول my little sister أخت الصغيرة selwa إذن الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد صح selwa هي أخت لينة number four رابعا لينة is selling cakes at her stall لينة تبيع الكيك في الكشك الخاص بها الإجابة صح لو خطأ ذكرنا بالقطعة إنه لينة قالت my class صفي has stall فيه كشك and we are selling cakes ونحن نبيع الكيك إذن الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد صح الصف أو الكشك الخاص بصف لينة يبيعون الكيك number five خامسا only children can buy drinks فقط الأطفال يمكنهم شراء المشروبات الإجابة صح لو خطأ ذكرنا إنه صف يوسف بي كذلك كشك ويبيعون مشروبات المشروبات for the children للأطفال and the parents وكذلك لأولياء الأمور اللي هما الأب أو الأم اللي جايين مع التلاميذ وهنانا يقول فقط للأطفال إذن الإجابة صح لو خطأ إذن الإجابة كي خاطئة إذن الإجابة أسئلة شفوية جدا مهمة يسألها الأستاذ داخل الصف بعد ما يسمى لتلاميذ المقطع الصوتي يوضح الناس يقولهم أغلق الكتب وحاولوا تجاوبوني على إذن الإجابة شفوية لذلك أحاول أفهم هذا النص أفهم الأسئلة المتعلقة بي وأجاوب إذا سألني الإجابة بداخل الصف ننتقل إلى النشاط الآخر listen and say the rhyme استمع وردد القصيدة الغنائية نعنى منطيني أشهر سنة January, February, March إلى آخره يطلب من عندي أن يستمع إلى قصيدة غنائية ينطق بها هذه الأشهر السنة بعدها أردد بعدها على مود أحفظ كيفية نطق هذه الأشهر رح نستمع المقطع الصوتي نردد بعدها وبعدها نقرش المطلوب حفظه من هذا النشاط خلنى استمع المقطع الصوتي أول شي أكتوبر نوفمبر ديسمبر بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورددنا بعدها بقعدنا نعرف شين مطلوب حفظه من هذا النشاط طبعاً ظنني أشهر السنة جداً مهم أني أحفظ معاني أشهر السنة وبالترتيب فلازم أعرف ترتيب أشهر السنة January أول شهر الشهر الأول هو January الشهر الثاني فبروري الثالث مارس الرابع أبريل الخامس مي السادس جون السابع جولاي الثامن أوغست التاسع سبتمبر العاشر أكتوبر الحادي عشر نوفمبر والثاني عشر ديسمبر هذا أول شي يجب أن أحفظ معاني أشهر السنة بالترتيب طبعاً ملاء زاد معاني لازم أحفظ ملاءهن ومعانيهن وبالترتيب بعد أدي ملاحظة ثانية جداً مهمة يكتب الحرف الأول من أشهر السنة كبيراً أينما وجد إذا جابني بسؤال تنقيط فالجملة وطلب من عندني أني أنا قطها ومن خلال الجملة لقيت شهر من أشهر السنة مثلاً شهر ماي أو جون كاتب لي بالحرف الصغير الحرف الأول يكتب كبيراً أينما وجدت في الجملة هاي تفيدني بموضوع التنقيط إذن ثلاث شغلات أحفظهن من هذا النشاط الأمر الأول أني أحفظ ملاق هذه الأشهر أشهر السنة الأمر الآخر أحفظهن بالترتيب جانوري فبريوري مارتش أفرل أعرف كل شهر من أشهر السنة يا شهر الأول الثاني ثالث إلى آخره الأمر الثالث لازم أعرف أنه الحرف الأول من أشهر السنة يكتب كبيراً أينما وجد في الجملة زيان أستاذ شون تجيني بالامتحان؟ من الممكن أن يجيب لي إياها مثلاً ثلاث أشهر الشهر الثاني مثلاً مفقود يقول لي شنو الشهر المفقود؟ باعتبار عنه أحفظهن بالتسلسل جانوري فراغ مارتش شنو اللي بياناتن؟ لازم أعرف أن بياناتن فبروري لازم أن أحافظ إملائها فلازم أكتب إملائها بالشكل الصحيح إذن أحفظ إملائهن أحفظهم بالتسلسل وأعرف أن الحرف الأول منهن كبير أينما وجد في الجملة أو كذلك من الممكن أن يجيب ليها على شكل حرف ناقصة أو حرف مباثرة مثل ما تعودنا بسؤال الإملاء إذن نحفظ أشهر السنة إملاء ومعاني وبالترتيب بالإضافة إلى أن أكتب الحرف الأول منها كبير أينما وجد في الجملة ننتقل إلى النشاط الآخر Ask and Answer اسأل وأجب Write the words اكتب الكلمات هنا عبارة عن محادثة بين تلاميذ الثنين تلميذ يسأل وتلميذ يجاوب أنا بلستاذ مثلا نختار تلاميذ الثنين الأول يسأل والآخر يجاوب تلاميذ غيرهم الأول يسأل وكذلك يجاوب إذن هذه محادثة بين تلاميذ الثنين واحد لازم يسأل والآخر يجاوب هذه الأسئلة شفوية جدا مهمة بالامتحان الشفوي أو من الممكن الأستاذ يسألهم داخل الصعب شن نذن الأسئلة إذا أرد أسأل عن الشهر للسؤال عن الشهر أرد أعرف إحنا بياه شهر أرد أقول إحنا بياه شهر فأقول What month is it في أي شهر نحن الآن What month is it أي شهر فهنان إذا أرد أجاب على هذا السؤال أقول It's مثلا إحنا بالشهر الأول أقول It's January الشهر الثاني It's February الشهر الثالث It's March إلى آخره فلازم أعرف شو نسأل عن الشهر وشو نجاوب إذن هذا السؤال سؤال شفه جدا مهم What month is it في أي شهر نحن فمثلا أقول It's October إنه الشهر العاشر أكتوبر العاشر السؤال الثاني التلميذ الأول يسأل أو الأستاذ قد يسأل التلميذ يقول When is your birthday When معناها متى When is your birthday متى عيد ميلادك فالتلميذ حافظ عيد ميلاده في أي شهر فأقول It's in إنه في شهر مثلا إذا كان الشهر العاشر أقول له أكتوبر شهر الثامن أقول له August شهر التاسع أقول له سبتمبر إلى آخره لذلك أنا ذكرت بالنشاط السابق إنه يجب أن أحفظ تسلسل الأشهر كل شهر لازم أعرف تسلسلة شهر الأول شهر الثاني الثالث إلى آخره فمثلا birthday عيد ميلاد عيد ميلاد بشهر الثامن أقول It is in August إنه في شهر أغسطس أو أوغسط الشهر الثامن السؤال الثالث When is the next pupil's day متى يوم الطالب القادم كذلك التلميذ يختار في الشهر وليكن مثلا August نفس الشهر الثامن It's in August إذن ذنني لسلة أسلة شفوية جدا مهمة السؤال الأول إذا أردسل عن الشهر السؤال الثاني إذا أردسل عن عيد ميلاد شخص معين أقول له When is your birthday متى عيد ميلادك فالتلميذ يعرف الشهر اللي نولد به ويقوله بهاي صيغة It is in إنه في مثلا August شهر August أغسطس أكتوبر نوفمبر ديسمبر إلى آخره لذلك يجب حفظ إملاء وترتيب الأشهر بالإضافة إلى ملاحظة الحرف الأول يكتب كبيرا من الأشهر ننتقل إلى كتاب النشاط Read and write the missing words اقرأ واكتب الكلمات الناقصة منطين مجموعة من الكلمات في أعلى التمرين ونص بكلمات ناقصة أكمل هذه الفراغات بذن الكلمات قبل ما نبدأ نوضح النص نجي نترجم ذن الكلمات Egg and spoon Egg معناها بيضة أخذناها بالمراحل السابقة و Spoon معناها ملعقة Egg and spoon هي لعبة البيضة والملعقة اللي لعبوها اللي لعبوها التلاميذ بالمناسبات Mom هي الأم Cakes الكيك Sister الأخت Races أخذناها قبل دقائق السباقات Race سباق Races سباقات People الناس و Dad الأب فنجي نقرأ النص ونكمل ذن الفراغات من خلال ذن كلمات Our school open day By Leena يوم مدرستنا المفتوح بواسطة Leena هذا النص قاطبت Leena Welcome to our open day مرحبا بكم في يومنا المفتوح In May في شهر May We have our school open day لدينا اليوم المدرسي المفتوح في شهر مايو اللي هو شهر خامس Lots of farang come to our school الكثير من farang يأتون إلى مدرستنا شن الكلمة المناسبة للفراغ أدور بالكلمات اللي بقى على التمرين Egg and spoon لعبة البيضة والملعقة غير مناسبة Mom الأم كذلك غير مناسبة Cakes الكيك غير مناسبة Sister غير مناسبة Races السباقات غير مناسبة People الناس Lots of people الكثير من الناس come to our school يأتون إلى مدرستنا هذا أكثر خيار مناسب فأقول people Lots of people come to our school الكثير من الناس يأتون إلى مدرستنا My farang and farang are coming فراغ وفراغ قادمون من اللي قادم إلى حفل اليوم المدرس المفتوح أكيد الأم والأب أقول dad and mom My dad and mom أبي وأمي are coming قادمون يعني قادمين ليوم المدرس المفتوح and my little فراغ و فراغ الصغيرة شنو نتكلم المناسبة للفراغ أكيد كلمة sister أختي الصغيرة my little sister سلوة عرفنا أن أختي لنا اسمها سلوة my class has a stall صفي فيه stall شنو معنى stall ذكرناها أنه هاي كلمة مهمة نحاول نحفظها stall معناها كشك my class has a stall الصفي فيه كشك and we are selling ونحن نبيع فراغ ذكرنا قبل دقائق أنه الصف الخاص بلينا فيه كشك stall هذا الكشك يبيع الكيك فأقول cakes my class has a stall and we are selling cakes صفي فيه كشك يبيع الكيك يوسف's class has a stall and they are selling drinks صفي يوسف كذلك فيه stall كشك وهم يبيعون المشروبات for the children للأطفال and parents وكذلك أولياء الأمور أو الوالدان خاصين بالتلاميذ there are lots of farang and games هناك الكثير من فراغ والألعاب شن الكلمة المناسبة الفراغ أكيد كلمة races الكثير من السباقات والألعاب for everyone للجميع it is very exciting أنه أمر مثير I am in the فراغ race أنا في سباق الفراغ شن الكلمة المناسبة الفراغ أكيد بقت عندنا فقط egg and spoon في سباق البيضة والملعقة اللي قلنا عليها عبارة عن لعبة اللي تم لعبها بداخل المدرسة بين التلاميذ يخذون البيضة على الملعقة ويسابقون ياهل اللي يوصل للخط العول هذا ما يخص هذا النص كمننا النص من خلال الكلمات اللي منطين ياهل على التمرين هذا مجرد يحاول يختبر ذاكرتي وفهمي للنص اللي قارناه بداية الدرس اللي كتبته لنا عن اليوم المدرسي المفتوح ننتقل للنشاط الآخر انظر إلى هذه الكلمات منطيني مجموعة من الكلمات وضعها في مجموعات ثلاث مجموعات منطيني مجموعة النمبرز الأرقام بلدان هذن الكلمات يقول لك انظر للكلمة شوفها تناسب يا مجموعة من ذن المجموعات مثلا لينا لينا تعتبر من الأرقام من النمبرز أكيد لا من البيبل من الناس نعم فأخلي لينا في مجموعة people الناس وكذلك مع البقية فمثلا 20 20 معناها 20 بيا مجموعة من ذن المجموعات الثلاثة أوضعها نمبرز أرقام نعم 20 اللي هي 20 هي من الأرقام سلوى سلوى هي أخت لينا أوضعها بمجموعة النامبرز الأرقام أكيد لا people من مجموعة الأشخاص أو الناس نعم فأخلي سلوى في مجموعة الأشخاص أو الناس China China معناها الصين بيا حقل أخليها بيا مجموعة نمبرز أرقام أكيد لا people الناس كذلك لا countries بلدان نعم China هي من البلدان فأخليها بحقل أو مجموعة البلدان 1000 معناها ألف بيا حقل أخليها بيا مجموعة نمبرز أرقام نعم هي من الأرقام 16 16 بيا حقل أخليها أكيد حقل الأرقام Russia اللي هي روسيا أخليها في حقل البلدان يوسف شخص اسمه يوسف أخليه في حقل الأشخاص أو الناس Iraq العراق أخليه في حقل البلدان كريم كريم هي من الشخصيات أخليها في حقل الناس England England أخليها في حقل البلدان 12 اللي هي معناها 12 أخليها في حقل الأرقام هذا مجرد يخليني أميز بين الأسماء أسماء الأشخاص أسماء الأرقام وأسماء البلدان ننتقل للنشاط الآخر listen and say the rhyme استمع وردد القصيدة الغنائية write the missing months أكتب الأشهر الناقصة مثل ما وضحنا أنه بالامتحان من الممكن أن يجيب لي 3 أشهر المفروض أني حافظاً بالتسلسل مصحيح يجيب لي 3 أشهر تسلسلهم صحيح واحد من ذنيني 3 أشهر مفقود يطلب من عندنا كتبة يقول لي write the missing month اكتب الشهر الناقص فأنا لازم حافظاً بالتسلسل فمثلاً يقول لي بالامتحان January February شيجي وراهن حافظاً بالتسلسل يجي وراهن شهر March اللي هو شهر الثالث وراها من الممكن أن يجيب لي المجموعة الثانية يقول لي April فراهن June نعرف جنواري February March April وراها May الشهر الخامس اللي هو شهر مايو May June وراه June أشي يجيني July August September October November والشهر الأخير هو شهر December إذن مثل ما وضحنا أعيد وأكرر جداً ضروري أني أحفظ الأشهر أشهر السنة بالتسلسل أحفظ املائهن وأحفظهم بالتسلسل لأن من الممكن يجيني هذا التمرين بسؤال العملاء يجيب لي ثلاثة أشهر أو أربعة من متسلسلات واحد من أدهن ناقص فاكتب الشهر الناقص حسب حفظي للأشهر بالتسلسل ننتقل للنشاط الآخر Listen to Nadia and Leena استمع إلى نادية ولينا نانا محادثة بين نادية ولينا نادية تسأل تقول Can you help me هل يمكنك أن تساعديني نحن نعرف نجواب هذا السؤال Yes I'll try نعم سوف أحاول أن أساعدك فهنانا رح نراجع الأسئلة اللي خذناهن قبل دقائق What month is it شن معنى هذا السؤال عرفنا أنه إذا نريد نسأل عن الشهر نقول What month is it في أي شهر نحن ويحن بيا شهر فتجاوبها مثلا It's June إنه شهر June June يا شهر مفروض حفظنا الأشهر بالتسلسل June هو الشهر السادس January February March April May June إذن June هو الشهر السادس تسألها سؤال ثاني تقولها When is your birthday متى عيد ميلادك فتجاوبها نحن عرفنا أنه هذا السؤال يسأل عن عيد ميلاد فتقولها مثلا It is in July إنه في شهر اللي هو شهر السابع ترد عليها تقولها مثلا My birthday is in سبتمبر عيد ميلادي آني بشهر سبتمبر اللي هو الشهر التاسع هذا من الممكن للأستاذ يعمل محادثة بداخل الصف يختار تلاميذ اثنيا تلميذ يسأل وتلميذ يجاوب أو من الممكن للأستاذ هو يسأل بداخل الصف يسأل طالب يقول له What is your birthday بيا شهر بيا شهر احنا فالتلميذ المفروض حافظ الأشهر بالتسلسل ويجاوب مثلا إذا كان بالشهر السابع يقول له جولاي بشهر الثامن أوغست العاخره أو يسأل يقول له When is your birthday متى عيد ميلادك أو في أي شهر عيد ميلادك التلميذ يعرف بيا شهر فيقول له مثلا It's in January February إلى آخره إذن هذا النشاط هو نشاط شفوي جدا مهم بداخل الصف طبعا Answer the question أجب على السؤال Practice the conversation وتدرب على المحادثة إذن جاوب على ذن الأسئلة وحاول تدرب على المحادثة مثل ما وضحنا أن يصير محادثة بين تلاميذ الاثنين فهنا يقول لك When is your birthday ناني يسأل التلميذ يقول له متى عيد ميلادك فهنا تأتمد على عيد ميلاد التلميذ كل تلميذ انولد بشهر يعرف الشهر اللي انولد بي ويكتبه مثلا أنا أقول My birthday عيد ميلادي is in August في شهر August اللي هو الشهر الثامن أكد تلاميذ مثلا يقولون January February September December العاخر تأتمد على عيد ميلاد التلميذ أقدر أقول My birthday is in August أو أقول It is in August فقط It is مو اللي أقول My birthday هذا ما يخلص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي قطعة استمعنا المقطع الصوتي قرأناها وضحنا مفرداتها وحلينا الأسئلة المتعلقة بيها وقلنا هاي الأسئلة من ممكن للأستاذ يسعنهم بداخل الصف لذلك أحاول أحضرهم قبل ما أروح للدرس بالإضافة لذلك أخذنا الأشهر وقلنا الأشهر جدا مهمات بالامتحان التحريري بسؤال الملاه يجب أن أحفظ ملاهن أحفظهم بالتسلسل وأعرف أن الحرف الأول من أشهر السنة يكتب كبيرا أينما وجد في الجملة تفيدني سؤال التنقيط بالإضافة لذني الثلاثة أسئلة الشفوية أعرفنا كل سؤال شنو يعني به وشون نقدر نجاو عنه ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا على الحسابات الموجودة أمانكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر